السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعقلكم في عد الفيديو كنت قلت لكم دكشي دي الأفروسان تريزم دكشي دي الأفروسان تريزم دكشي دي الأفروسان تريزم را تخوو راسانكسانكو الغرض منه وينود لبربال فدول شامال إفريقيا وارا ناماسي درا نايدا فتورس دا بارين فاشلال ذك كبير وصلاة مباركة اليوم إن القومية التونسية والعرق التونسي أهو دبا نطغي لي وفكا المعلم يعني الله أفكا نطغي لي أن أمسيدي شدت قعت وانسا اللي عنده فيما اسمع شي تونسي كينوشي قونت شداته سير أخويا التونس الله يعاون الله يعاونك وقلدك كبير وصلاعاتك يعاودك في الفلوس اللي عندك إلا يا ومشروعك اللي عندك إلا يا حنا مااشي شغلنا ونظن أمسيدي ووزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد دول الدول الإفريقية جاوبوه بالعادة ووزارة شفهمتي غير بالقل والحر بالغمزة نعمسيدي قال لون نعمسيدي در واحد لحملة موساعة إيلميا في جورنالات ديالهم في السوشال ميديا مقاطعات السيلة تونسية ما نبقى وش اسيدي تنستوردوا منهم وما نبقى وش تنشريوهم نعمسيدي ونقطعوا معهم العلاقات ومعدنا ما نديروا بهم وملينا نقدم غير واحد شوية تسمعوا ثاني الاتحاد الأفريقي حيض العضوية ديال تونس منه ولا جمض العضوية ديال تونس فيه هنا نعمسيدي تونس فين غادا غادا الواحد لعزلة وهي إقليمية جيوسياسية اقتصادية ما بقى تكون عند التال علاقات مع الدول الإفريقية وراش فين التهنية كيفاش العلاقات المغربية التونسية كيفاش توطرات وكيفاش هذا الكبير وصلاعتهم ولي خلال أمور تقطع في المغرب أوبين تونس في الأول هي فاش المالك كان سيفطلين أما سيدي سيفطلين مستشفاء ميداني وعاونو كل شيء وكذا وكذا فاش ينوضي يشكر المالك نطي يقول الشعب المغربي هذا هو القالب القالب الثاني عما سيدي هو فاش تباه الجزائر وستقبل الرئيس بوليخاريو تمك صح السلام عليكم ومن ثم تبدأ لعزلة ها هي دابة نيضة عندهم ونظر الأصهار الكبيرة وصلاعاتهم وذلك أصحاب القومية الترسية وذلك الحماق اللي متبقين ذلك الفقية ديالهم نظر عما سيدي تلوح فيديو واحد الفيديو شدين فيه جوج ديال أفاريق مساكن رابط اللي يمت يوم ووقفين اللي يوم بشناو وبركين يضرب اللي يوم فوجي يوم حشو ما تتوصل القديل ذلك الدراجة والخصوص وحنا مسلمين وعرب وتنحتر معابر السبيل وتنحتر مجميع العراق وتندي النادي حتى لأنه لا فرق بين أجميين ولا عربيين ولا أسود ولا أبيض ولا أي جنس كيف ما كان إلا بالتقوى شو ما هادش هذا اللي توقع في تونس تونس عمرا ما كانت بحركة ولكن هذا كبير صلعتين بالمعارجة جرهم لواحد المواصل لما قد تشعلي تونس وتونس ديجا عنده واحد الأزمة التي هي اقتصادية خانقة للغاية خانقة يعني خانقة للغاية من الأخر وهذا توطرت لطريقين دم مع الدول الإفريقية فرعا يزيد الأزمة عندهم وهذا الشعب كامل وش كل هذي خلصوا هذي خلصوا الشعب وهذه تخلصو التلميناذ السياسية للعقلانية حقاش أي دولة تنجح الدولة دائما تتنجح بالدبلوماسية ديالها أولا قدما كانت من فاتحة في الدبلوماسية ديالها على الدول ديال в海 خانقة تكون عندها مشاعرات تكون عندها فرص ديال اقتصاديات تكون عنده فرص ديال الشاركات تكون عندها فرص ديال الفزاب ديال لا بالنسبة للمواطنين ديالها ولا بالنسبة للمهاجرين اللي تيجوا عندها أما تنسى دابا حاليا فالظروف هذا اللي تسدي لها كل شيء في نادي توصل هادي نشوف في نادي توصل من شاء الله لابو ايبو اختب بك ايشي جديد رأنا ماكو ما تنسوا جديروا لايك وسبسكرايب ودائما فكروا برا الصندوق دائما فكروا برا الصندوق فرنسا حاليا حاليا اللي نسيد دا ما قلت عليكم يلا كنتبا ينسى اللي فيديو مي نسيد دا ما قلت عليكم فلوقيت اللي تونس قاعد دول افريقية صافي مقشبة غسلها ديالان اطليهم فرنسا التاييق قلت ليهم واياكم تشريوا الليمون المعنق للتونسي حكامة حكارة لقينا فيه رواسيب ديال الموبيدات وهادوك الموبيدات مؤرامة وتدير امراض سرطانية وذاك اللهم يا كنا مهل الله يا كامل صيف توليكم الليمون ودرتولي التحاليل وقلتولي يوم صيف تولينا التوصلين دكم عادوا ديتوا بقاين تبدأت الحماق في اعلام ديالكم وكل شيء آآه المهل الله شتو فرنسا اللي قلب لعبه كدير هي وقات تونسيو المغاربة اخواني ايزائي قالت اتفرجوا فيها دومتم في رعاية الله الى اللقاء اشتركوا في القناة